هنا أوكرانيا وهذه نشرة أخبار اليوم تأتيكم من يوية تيفي أهلا بكم بحث وزير الخارجية الأوكراني خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مسألة ضمان الأمن على الحدود الأوكرانية حيث أطلع كوليبا نظراءه الأوروبيين على الوضع على الحدود الأوكرانية الروسية وكذلك مع شبه جزيرة القرم المحتلة تحدث كوليبا خلال الاجتماع عن الخطوات والتدابير التي اتخذتها أوكرانيا بالتنسيق مع بولندا ولتوانيا لتعزيز وضمان الأمن على الحدود فيما يتعلق بأزمة المهاجرين التي افتعلتها السلطات البلاروسية ووفقاً له فإن تحركات القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا وافتعال أزمة المهاجرين يعدان جزءاً من الاستراتيجية الشاملة للكريملين لا ينبغي لنا أن ننظر إلى حجد القوات الروسية والنوايا العدوانية ضد أوكرانيا بمعزل عن عناصر أخرى تخدم الاستراتيجية الروسية في أوروبا وفي مقدمتها افتعال أزمة الهجرة على الحدود مع بولندا ولتوانيا واستخدام الغاز كسلاحاً في الاتحاد الأوروبي فضلاً عن إطلاق حملة تضليل إعلامية كبيرة تستهدف دول الاتحاد الأوروبي لإثارة الخلاف بين المجتمعات والحكومات هذه كلها أجزاء من استراتيجية واحدة وعلينا أن نحل هذه المشكلة مع روسيا بشكل شامل وكامل قال الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي يانس تولتنبرغ في مقابلة مع قناة HBO إن حلف الناتو يراقب عن كثب تحركات القوات الروسية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا وأكد أن الحلف في حالة تأهب واستعداد لأي تطور في الموقف أما بالنسبة لعضوية أوكرانيا في الناتو فهذا يتطلب موافقة جميع الدول الثلاثين الأعضاء في الحلف وحتى الآن لم يحصل هذا الإجماع قال ستولتنبرغ أوكرانيا ليست عضواً في الناتو ولكن شراكتنا معها تمضي بشكل وثيق ونحن نعزز هذه الشراكة باستمرار ولكي تصبح عضواً في الناتو يجب أن تفي بجميع معايير الحلف اللازمة ومن جانبنا نحن نساعد في التحديث ومكافحة الفساد ولكن مسألة العضوية تحتاج إجماع جميع أعضاء الحلف الثلاثين وهذا الأمر غير حاصل الآن قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قبل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن توسيع العقوبات ضد بيلاروس أمر لا مفر منه حيث يعتزم الاتحاد الأوروبي تجديد العقوبات ضد المسؤولين البيلاروسيين وفرض قيود على بعض القطاعات الحيوية وهدد ماس بفرض حظر على الرحلات الجوية فوق الاتحاد لشركات الطيران التي تسهل نقل المهاجرين وأضاف أن الاتحاد الأوروبي لا يرى بديلاً لاتخاذ إجراءات صارمة ضد ميسك وكان الاتحاد الأوروبي أكد في وقت سابق مسؤولية نظام لوكاشينكا عن أزمة الهجرة على الحدود مع بولندا ولاتفيا ولتوانيا سنواصل تجديد العقوبات على المتورطين في عمليات التهريب هذه علينا أيضاً أن نحاسب شركات الطيران الخطوط الجوية التركية أكدت أنها لن تشارك بهذه الأنشطة غير القانونية وأدعو جميع الشركات الطيران أن تحدوا حذوها خلاف ذلك عليهم أن يواجهوا عقوبات قاسية الوضع مأساوي لدرجة أن حذر الطيران أو حذر الهبوط في المطارات الأوروبية بات أمراً واقعياً تماماً هذا وشهدت الحدود البولندية البلاروسية تصعيداً خطيراً يوم أمس وذلك بعد قيام مئات المهاجرين بالاقتراب من نقطتي تفتيش كوزنيتسا وبروزكي وتسبب التدافع بينهم بتخريب جزء من السياج الحدودي في بروزكي في حين حاول آخرون إزالة الأسلاك الشائكة مما اضطر حرس الحدود البولندي لفتح خراطيم المياه لتفريقهم أعلنت شرطة محافظة بودلاسكي البولندية والواقعة بالقرب من الحدود البولندية البلاروسية اعتقال مواطن أوكراني يشتبه بطورطه في تهريب مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين وأضاف البيان أن قوات الأمن اعتقلت أيضاً مواطناً بريطانياً واثنين آخرين سويدي وألماني لذات السبب وأفاد البيان أن المجموعة تحاول التهريب 33 شخصاً بشكل غير قانوني عبر الحدود فيما سجلت دائرة حرس الحدود البولندية 118 محاولة لعبور الحدود بطرق غير قانونية من جانبه حذر وزير الدفاع الأوكراني أليكسير ريزنيكوف جميع الأشخاص المتورطين في تهريب المهاجرين عبر الحدود بشكل غير قانوني وهدد بأن مثل هذه الأنشطة ستخضع للمساءلة أمام القانون وستواجه بقسوة صارمة وضرب الوزير أمثلة على المشتبه بهم ومنهم شركات نقل صغيرة ومزارعون وعمال لغابات وحراجيون عاملون في المناطق الحدودية وأكد الوزير إرسال تعزيزات أمنية ونشر قوات إضافية مزودة بمعدات حديثة وكان ريزنيكوف حضر يوم البارحة اجتماعاً خاصاً عقد في لوتسك برئاسة أمين مجلس الدفاع والأمن القومي أليكسير دانيلوف وأشار إلى أمكانية فرض حالة الطوارئ في المناطق الحدودية في حال وجود تهديد باختراق جماعي للمهاجرين من أراضي بيلاروس إلى أوكرانيا أحذر جميع من قرر استثمار موضوع اللاجئين غير الشرعيين والتنفع منه مادياً وتحديداً في الأقاليم الخمسة المتاخمة لبلاروس الصديقة أقول لهم أن أعمالهم هذه غير قانونية وتضر بالمصالح الوطنية وتشكل تهديداً للأمن القومي الأوكراني تتواصل المواجهات بين المهاجرين العالقين على الحدود بين بولندا وبلاروس مع قوات حرس الحدود البولندية يوم أمس شهد أكثر من مئتي محاولة من جانب اللاجئين لاختراق الحدود رشقوا خلالها قوات الأمن بالحجارة فيما رد الحراس بإطلاق قنابل الغاز مسيلة الدموع عن أوهام صنعها سياسيون في لعبة ابتزاز وقودها مهاجرون معلقون على الحدود في التقرير التالي إن خالفتم الأوامر سنضطر لاستخدام القوة هذه التحذيرات تطلقها قوات حرس الحدود البولندي عبر مكبرات الصوت على الحدود البولندية البيلاروسية حيث يراقب رجال الأمن تحركات المهاجرين الذين شرعوا بتفكيك الخيام عقب تلقيهم تعليمات ومعدات من قوات الأمن البيلاروسية ويرجح المسؤولون أن بيلاروس تخطط لشني هجوم شامل لاختراق الحدود أثناء مراقبتنا الليلية لمنطقة المخيم في كوزنيتسا لاحظنا إرسال تعزيزات جديدة تضم جنوداً بيلاروسيين مسلحين إلى هذا المكان والآن نشهد حركة غير طبيعية بين المهاجرين ونعتقد أن الجانب البيلاروسي يستعد اليوم لمحاولة كبيرة لاختراق الحدود لكننا مستعدون وقواتنا جاهزة ستانيسلاف غارين المتحدث باسم الوزير المنسق للخدمات البولندية الخاصة قال إن الجانب البيلاروسي يسعى من خلال الاستفزازات إلى التصايد حيث أطلق أحد الجنود البيلاروسيين النار في الهواء وحاول تخريب جزء من السياج الحدودي إضافة إلى نشر شائعات بين المهاجرين تفيد باستقدام حافلات من ألمانيا قريباً لنقلهم وأن بولندا ستسمح لهم بالمرور لقد أوهمت السلطات في مينسك المهاجرين بعبور الحدود البولندية ببساطة وسهولة وإتمام رحلتهم بنجاح إلى الغرب بمساعدة نشطاء وناس متخصصين لكن هذا لن يحدث فحدودنا محكمة الإغلاق والمجتمع الدولي يدعم إجراءات السلطات البولندية تناقش كل من بولندا والإتوانيا ولاد فيها تفعيل البند الرابع من معاهدة حلف شمال الأطلسي والتي تنص على التشاور عند تعرض سلامة أراضي أي عضو في الحلف أو استقلاله أو أمنه للخطر في هذه الحالة قد يستلزم البند الرابع تنفيذ القانون الخامس الذي يعد الهجوم المسلح على أحد عضاء النيتو هجوماً على الحلف بأكمله ويلزم أعضاء الحلف بتقديم المساعدة وقد عمل به لأول مرة بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية في الولايات المتحدة لقد اتفقنا على نقاط محددة سنطلب بشأنها مساعدة إضافية من النيتو عبر تفعيل المواد ذات الصلة ناقشنا التدابير التي سيجري اتخاذها إذا ارتفع مستوى التهديد بشكل حاد في غضون ذلك أفادت وسائل أعلام روسية أن موسكو ومينسك وقعت عقوداً لتوريد مقاتلات ومروحيات وأنظمة دفاعاً جوي إلى بيلاروس سترسل بمشرد طلب سلطات بيلاروس ذلك في حين يخطط وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لتوسيع العقوبات ضد نظام لوكاشنكا لتشمل شركات الطيران ووكالات السفر المشاركة في نقل مهاجرين غير شرعيين فضلاً عن أنها ستطال قرابة ثلاثين مسؤولاً بيلاروسياً بدأت في محكمة مدينة تبليس جلسات الاستماع في دعوة أخرى مرفوعة ضد رئيس جورج الأسبق ميخايل ساكاشفيل المرافعات انطلقت بغياب المدة عليه ولم يستبعد احتمال الاتصال به لإجراء المحاكمة عن بعض وتتهم سلطات التحقيق ساكاشفيل بإساءة استخدام المال العام لشراء ملابس خاصة باهظات الثمن وقضاء إجازات في منتجعات سياحية راقية والتردد على عيادات تجميل قضية الفساد التي تقدر بحدود ثلاثة ملايين دولار يصفها الرئيس الأسبق بالسخف ويقول أن غايتها رغبة السلطات بتقويد صورته كمحارب ضد الفساد في غضون ذلك وصلت مفاوضة حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني لودميلا دينيسبا إلى جورجيا بهدف زيارة ساكاشفيل بوصفه مواطناً أوكرانياً محتجزاً كشفت دائرة الأمن الأوكرانية وجود ثلاث شبكات إجرامية كبيرة تتاجر ببيع شهادات تطعيم واختبارات بي سي آر مزورة ضد فيروس كورونا وتنشط في أقاليم كييف وريفني والفيف التقرير قال أن قرابة عشرة ألاف شخص حصلوا من هذه العصابات على وثائق مزورة أما الأسعار فكانت سبعمائة إلى ثمانمائة هريفنة مقابل اختبار دم بالنتيجة سلبية من أربع إلى ثلاثة ألاف هريفنة مقابل الحصول على شهادة تطعيم دولية وعشرة ألاف هريفنة لإدخال بيانات تطعيم كاذبة في قاعدة البيانات وبعد اعتقال المنظمين تعرف المحققون على جميع المتورطين وضبطوا أختاماً ووثائق مزورة وأجهزة كمبيوتر وجميع مسودات الدفاتر وفقاً للبيانات الأولية فقد جمع المجرمون حتى الآن قرابة عشرة ملايين هريفنة والآن نمضي بكم على جولة رياضية على أبرز النتائج التي حققها لعبون أوكرانيون وأوكرانيات مؤخراً فقد فاز المنتخب الأوكراني بكرة السلة لسيدات بمباراة الذهاب أمام فنلندا في المباراة التأهيلية الثانية لبطولة أوروبا 2023 كما فازت يوليا غريبينوزكو بذهبية بطولة العالم في رياضة السامبو المقامة في تشقند بعد أن تغلبت في نهائي فئة تحت 65 كيلوغراماً على أغار ساليكوفا من كازاخستان وفي بطولة الرجال فاز ديمتري ستيسينكو ببرونزية فئة تحت 88 كيلوغرام كما سجلت داريا روسانينكو رقماً قياسياً عالمياً في بطولة العالم برفع الأثقال المقامة في نيرويج لفئة الناشئين ونجحت برفع 265 كيلوغراماً وبمجمل نتائج ثلاثة اختبارات فازت داريا بالميدالية البرونزية وفيما يلي بعض أهم الأحداث العالمية التي وقعت في الخامس عشر من نوفمبر ففي 1933 بدأ العمل في أفران مصنع زابريشتل وهو أول منشأة لصهر المعادن في زابروجي ويعد اليوم من أكبر مصانع الصلب في أوروبا في 1946 بدأ تدريس منهاج جديد لتعليم اللغة الأوكرانية في المؤسسات التعليمية المحلية بأسلوب وقواعد قريبة من النهج الروسي للتهجئة ونطق الكلمات في 1961 بدأ البث الرسمي لتلفزيون دولة الكويت انطلاقاً من مدينة الكويت في 1976 دخلت قوات الردع العربية إلى بيروت لإيقاف الحرب الأهلية اللبنانية التي اندلعت في 1975 في 1983 أعلن رئيس الإدارة التركية لشمال قبرص رؤوف دينكتاش إنشاء جمهورية شمال قبرص التركية وعاصمتها نيقوسيا في 1988 أعلن المجلس الوطني الفلسطيني من الجزائر قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس في 2004 جرت أول مناظرة حية على القناة الأوكرانية الأولى وشارك فيها المرشحان الرئاسيان فيكتور يانوكوبيتش وفيكتور يوشينكو في 2017 بيعت لوحة سالفاتور موندي للرسام الإيطالي ليوناردو دافينشي بمبلغ 450 مليون دولار لأمير سعودي في 2020 فازت مايا ساندو بالانتخابات الرئاسية الملدوفية لتصبح أول أمرأة تشغل منصب الرئيس في جمهورية ملدوفا من موليد هذا اليوم في 1738 العالم الفلكي ويليام هرشل وأبرز إنجازاته اكتشاف الأشعة تحت الحمراء في 1891 ولد إيرفين روميل القائد العسكري الألماني الملقب بثعلب الصحراء وفي 1981 ولدت الحسناء لميتة فرنجية الممثلة وعارضة الأزياء اللبنانية وفي 1993 ولد باولو ديبالا لعب كرة القدم الأرجنتيني واللعب الحالي في نادي يوفنتوس الإيطالي نهاية النشرة قدمناها لكم نيو اي تي في شكرا على حسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة